ردود فعل متباينة بشأن ملف المهاجرين الذي طالما سبب أرقا لضفتي المتوسط فمنظمات حقوقية ليبيا أيدت ما ذهب إليه تقرير دولي جديد رصد انتهاكات في حق المهاجرين في ليبيا وسط عجز عن تقديم الدعم للمهاجرين المقيمين فضلا عن تسجيل انتهاكات ضد مهاجرين قدر عددهم بستمائة ألف حسب منظمة الهجرة الدولية هناك الحقيقة موضوعية فيما يتعلق بالانتهاكات المتعددة للمهاجرين والطالبين لجول متواجدين في ليبيا أقنى تواجدهم مؤقت وهذا أما مسلم به ونبد علينا أن نواجه الحقيقة بما تحمله بكامل تفاصيلها وأن لا نهرم إلى الأمام وأن نسعى إلى إيجاد حدول المعالجات الحقيقية تتعاطى مع الأزمة القائمة وما ترقب عليها من انتهاكات واسعة النطاع ومتعددة الأشكال لحق المهاجرين والطالبين لجول وفي الوقت الذي حمل فيه التقرير الأممي دولا لم يسمها مسؤولية عدم توفير الحماية للمهاجرين العالقين في ليبيا وتسهيل انتقالهم إلى الضفة الأخرى أكد مراقبون أن الحكومة الليبية عادة ما ترفض هذه الاتهامات وتصفها بالحالات الفردية وأشار إلى أن السلطات لا تجني أي مصلحة في انتهاك حقوق المهاجرين وأن هذه الجرائم الممنهجة تقوم بها شبكات تهريب دولية إذا كان فيه انتهاكات ممنهجة حسب ما وردنا في التقرير قد يكون هذا من أفعال وأعمال شبكات التجارة والتهريب بالبشر من خلال المهاربين اللي يحتجزوا في المهاجرين في أماكن غير منسانية أصلا ويقوموا بتعذيبهم وفيما تتواصل الاتهامات والتبريرات لا يزال الوضع الأمني الهش والانقسام السياسي يشكلان بيئة خصبة لنشاط عمليات تهريب المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا وفق تقارير محلية ودولية تتواصل معاناة المهاجرين في ليبيا مع تواصل غياب الاستقرار السياسي والأمني عن البلاد في ظل غياب دعم دولي لإيجاد حل دائم لهذه المعاناة رافت بالخير الحرة طرابلوس